السلام ومارحبا بكم إن شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولبس رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد أول حاجة ناخذين من وقت ووقتكم نصالف على الحبيب مصطفى عليه وضروا الصلاة والسلام اليوم إن شاء الله كيف العادة روتين جديد وديما هكا طاقة جديدة وحيوية إن شاء الله بإذن الله هذي بطلب من أخت قبل سألتني قتلي كيفاش تحضروا التاي التركي هذي التاي التركي نحطوا الماء في الباراد نخلوه يغلي ونبعد بالطبيعة بشي نكملوا المرحلة الثانية المهم اللي هنا عندي الجبن هذي اللي حضرتوا المارفات معاكم هذيك اللي ملحتو هذي بش نقصه ونخليه في الماء البارد بش الملح متاعو يخرج ما يبقاش ملح هذي اللي استحفظت به المارفات واريتكم بطريقة الحفظ متاعو المدة طويلة شوفوه ما شاء الله كيفاش يابس عبارة حشاكم حاجرة تصوروا أنتم تحطوا في الماء البارد هكا كيك نصيف ساعة بش يخرج منه الملح أما ضروري إنكم تقصوه طروف بش يخرج منه الملح ولي هنا عندي هذي معجون الرمان حضرتوا عم ناول دي جاء الفيديو الحمد لله قاعد طالع توا خطر السنة ما زلت ما حضرتش حط شي يعني ملغلة متاع الرمان ما زلت ما حضرتش الحقيقة إن شاء الله بإذن الله كيف نشري نحضر الرمان هذيك حكاية حصيله بقتلي قلت عليش لا نضوج منها حبابي وضيوفي كي ما تعرفوا الحمد لله دي ما عندي هكا نوع متاع معجون ودي ما نحاول هكا دي ما كي ما نقوله نحن كي جيني ذي فكي نحاول نحط له حاجة هكا نقوله نحن بنينه ودياري كي ما تعرفوا الحمد لله دي ما نحضر كل شي في الدار كل شي موجود المهم هذي أول فطور للضيوفي عندي في الدار سمحوني خطر الفيديو جايكم روتار شوي الله غالب كي ما تعرفوا شاركت معاكم الفيديوهات متاع المتحف ولو إنه الفيديوهات متاع المتحف رهو في نفس النهار هذيك يعني فطرنا وخرجنا مشي للمتحف أما خطر بخلط على المونتاج والفيديوهات حاضر يعني متاع المتحف شاركتوا معاكم هول ولم يني أما المفروض هما في نفس النهار هذا حقاقه للغلق القضاء يعني كما نقوله نحن للأمانة الفيديوهات từ John para 사랑 في نفس النهار متاع الإختصار Hezy في نفس النهار متاع הקصاب في نفس النهار متعال الفيديوهاتات نفس النهار هذيك مشيت فيه للمتحف اما أرقبتش نشارك معاكم كل شي يعني فرد فيديو مشي affinity ومشيPL المسلسل في نفس الوقت دي جاه حتى الفيديوهات متاع المتحف قسمته على اثنين خاطر جوتو يالبرشة هذي معجون الرمان كيف ما شفتوه ماشاء الله هذي متاع عم ناول يعني متاع عم ناول لو قيت هذي ولا حتى اخر الموسم متاع الرمان اللي جا شاركتو معاكم وتنجمو تلقوه الفيديو اتاو نخلي لكم الرابط متاعوه تحت الفيديو هذي ان شاء الله المهم اللي هنا حطيت المعجون حطيت العسل والقشطة ورجعت لهنا بشنعمر البراد كيف ما تشوفو بالنسبة للتاي يعمروه بالطريقة هذي يلاتراك يحطوا التاي يعني في البراد الفوجاني كالصغير والماء اللي يغلي هذيك من اللوطة نصبوه على التاي هذيك يعني هذي تسمى تخمير التاي يعني مش كما الطريقة متاعنا في تونس نعمروا البراد نقولوا نحنا نحطوا حشيشة وسكر مع بعضه ونحطوا الماء ونخلوه يغلي لين يطيب ولين يعقد يولي يابس كما نقولوا نحنا يولي اكحل حاصيل ومنحكي الكمش هذوما جز تخميره برا يعني الماء سخون ينفخوا يعني طريق متاع تنفيخ التاي نقولوا نحنا ونعبي البراد من الوجديد لذاك الكبير اللوطاني نعبيه بالماء مرة أخرى ونحطه فوق الجاز كيف ما شفتوا عبيته بالماء ونحطه فوق الجاز ونعود نحط نحط عليه هذيك بشي عاود يغلي وقت ليغلي الماء متاع البريد اللوطاني نطفي عليه الغاز ونخليه يرتاح بشكل حشيشة هذيك تهبط اللوطة وقت يش تعرف اللي تاي متاعك حاضر وحاضر للشربان وقت لي حشيشة هذيك وقت لي نصبوا عليها الماء ما يتطلع الفوق ولا وقت لي ترزن لحشيشة وطهبط اللوطة للجعار المتاع البريد وقت هرون للتاي يعني حاضر بش يشربوه المهم حطيت البريد اللوليني هذيك عمرته حطيته على جنب والثاني يجبطه للجاز الكبير بش يزيد فيه سعي يغلي كيف ما شفتوا عمرت زوز بريرد خاط ما شاء الله يعني اللي نحنا الضيوف برشة ما شاء الله يشربوا التاي الناس كل في الفطور عمرت زوز بريرد بش يكفي ولهنه هذي البسترمة هذي نوع من أنواع اللحوم البسترمة دي جا كنت شاركت معاكم الطريقة متاعها قبل اللي هي عبارة على جديد أما بطريقتهم الخاصة بطبيعة هذي تقريبا كيمة الجديد متاعنا أما بطريقتهم الخاصة حطيت منه خطر ثماش كوني يأكلوا في الصباح أنا بصراحة مكذبش عليكم مستحيل كان نحطه في فمي خطر بالنسبة لي عبارة الحمني ماهوش كيمة الجديد متاعنا يبدأ مفوح وشيح هي بسجينة نقوله نحنا بنجم تجرم شو تنجم تأكلوا هذي يعني فيه نقوله نحنا تحس اللي هو ناي شوي أما إن شاء الله بإذن الله في الفيديو الجاي إن شاء الله تنوريكم طريقة أخرى بش تطيبوا بها البسترمة هذي طريقة منينا على الأخر وخاصة الناس اللي تحب يعني الفطورات نقوله نحنا الفيسع فيسع حاصيلو واللي هنا نحط في شوية زبدة حاصيلو كيف ما شفته زيتون عسل وقشطة معجون زبدة واللي هنا بش نقص طماط مخيار بطبيعة الجبن لبيض قاعد يتنفخ في الماء البارد بش يتنحم منه الملحم بتاعه بش كل شي كل حاجة تبدأ في حقها كيف ما نقوله نحنا المهم يعني بش نحط لهم الموجود في الدار نحاول يعني نحط حاجة جديدة كيف ما نقوله نحنا الحقم تعربي البسترمة أول مرة بش نحطها على الطاولة علش خاطر ثمش كوني يأكلها كيف ما قلت لكم مثلا بنت سيلفي واحدة تاكل واحدة متاكلش مثلا اللي معرصة متاكلش ورجلية يأكل مثلا صغارها ما يكلوش صغارها كما آيلين تريسك الصغار الكلها كيكرة مهمش وكلين الحقم تعربي ولدها وليت قليت له البطاطا الحقم تعربي بش ما يبقاش بليش فطور وما يبقاش جيعان وكيخرج تقذيت مشيت يعني كما قلو نحنا شريت له يعني حاجات خاصة به هو بش يأكلهم مش خاصة يعني تغذية خاصة ولا حاجة يعني الحاجات اللي يأكلهم هو بش الطفل سبحان الله يجيك عبد ضيف للدار ما تخليشوا جيعان المهم هذي الفطور كما شفتوا حذرت اللي موجود في الدار يعني المتوفر الحمد لله هذوم الحاجات هذوم الكلها يبدو متوفرين في الدار حتى راجل يأكلها الباسترمة هذيك أما الحقيقة مكذبش عليكم وخطر فيها الحلبة فيها ريحة الحلبة أنا منطيق هيش لحقيقة ومنحب هيش يعني أصلا منأكل هيش المهم هما يأكلوها صحة وبش فاليهم حصلوا حطيت هذوم الطروف الخيار الليكم طاحوا بش نقصرهم ونعود نحطهم في الطباق مانيش بش نلوح يعني الخامة نضيفة كيف ما شفتوا الهنا بقولي هذومة بش نحط فيهم الجبن لبيث هذيك اللي منفخته بش نهزهم الماء البارد ونحطوا في اللطقة هذوكم حصلوا بعض الفطور المهم كيف ما قلت لكم بعض الفطور رتحنا شوي لمحالة ومشينا للمتحف أمانة بش نمشي للجزار نشري الحم وبيش نمشي للماركات نقضي طبعا المهم لهنا بش نحضر الطاولة المهم بش نحضر نحط للطقة وكل شي بش نتشوفوا الفطور فوق الطاولة إن شاء الله ومن هناك كما شفتوا بش نحل الطاولة كما تعرفوا الطاولة اللي عندي في الكوجينة هذية تتحل يعني نقولوا نحنا تتحل يعني خطوال بش ترفع أكثر عدد ممكن من الناس خطر هي كي نسكرها ترفع ستة من الناس وكي نحلها ترفع حتى عشرة ولا فناش يعني نقعدوا بجناب بعضنا المحالة الكريسي اللي عندي هذومة يشدوا بلاسة يعني نقولوا نحنا يشدوا بلاسة حتى بلاسين مثلا أما كيتحل الطاولة يعني تنجم تلزموا بعضهم الكريسي هذيكم نقولوا نحنا يتجينبوا يشدوا يلزوا بعضهم وعندي كريسة أخرين يعني صغيرين الحق متعربي متاع الطاولة اللي متاع البالكونة نضطروا إنه نقدوا عليهم خطرهما ديجال يعني الطاولة هذية فيها ستة كريسي أما إن شاء الله بإذن الله كل حاجة في وقتها كي ما نقولوا نحنا كل حاجة في وقتها حلوة بإذن الله يا إما الطاولة هذية نخمم كريسي متاعها ونشري طاولة أخرى للكوجينة تكون أكبر ويكونوا الكريسي متاعها ملمومين شوي بش على الأقل كي يبدو فيوف هكا برشا الطاولة ترفعها بخاطر بصراحة الكريسي هذو ما صحيح وما مزيانين بس هي صحيحة عبدك يقعد 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 مرتاح أما مهمش براتيك بصراحك يبدأ هكا لما نقولوا نحنا يبدأ موجودين برشا عباد مهمش براتيك أصلا المهم اللي هنا بش نحط حصيله اللطقة بش نحط الفراشت يارس كاكن بالطبيعة خطر يهزوا بهم المعجون مش كيفنا نحنا يعني نستعملوا المغرفة صغيرة بش نحطوا معجون ولا زبدة ولا حاجة لأ هما يستعملوا الفراشت حاصيل وكل واحد كيما نقولوا نحنا كل بلاد وارطالها وكل واحد كيفش يرتاح كل واحد يرجد على الجنب اللي يريحوا كيما نقولوا نحاول اني نعمل مجهودي نحاول اني نعمل كيما نقولوا نحنا نبين سيرفيسم زيان وهما بطبيعتهم هما أحرار بطبيعي يتقبلوا ما يتقبلوش أمل الحمد لله الحمد لله يا ربي شوفوا نقولكم حاجة كيجيني ذيف أغلبية الضيوف اللي يجوني يجوني ويقعدوا لهنا يعني يطولوا نقولوا نحنا في الدار لهنا مثلا بالنبيت أصح العبارة كيبيتوا لهنا في الدار خطر يرتاحوا مش على حاجة وخاصة هذو مثلا فيهم زوز من الناس يعني أول مرة يجوا يدخلوا الدار رجلها خاصة من كذبش عليكم رجلها خاصة فرحان على الأخر أول مرة خطر يجينا فرحان على الأخر قال ما كنتش نتصور يعني العيلة هكا يعني يكونوا نقولوا نحن يكونوا واكا يفرحوا بالضيف يعني عاملوا الضيف بالبيه وقالت له يجي بarbeit Beakle يكونوا يخي الضيف ربك عاملوا الغيرنا الواحد كيبنقولوا y殺ه يفرحون بيقوم بوجب كيبنقولوا نحن يجي بقسمه معه الحمد لله يا ربي كل شيء موجود عليه بلنا نفرحش بضيفي كيبنالدار مستغ없이 Snoوم المشكل describe خليني ما نفرحش بالضيف ولا نكشفي وجهه. ما فهميش عليش. طنجرة محطوطة في القاز كي ما نقولو نحنا على القاز بيه ولا بلا بيه. ايشنو المشكل كان زيت مثلا مغرفتين ولا ثلاثة كي ما نقولو. ما فهميش حتى مشكل. واللي جاي جاي ببركته معاه. المهم. حصيلوش نحط كل شي على الطاولة كما تشوفو. ايلين مازالكي فقط منهم. مازالكي فقط منهم حتى شعرتها مش عشتين مسكينة. قتلي يا ماما شنو تعم قلت لنحضر في الفطور قتلي نمشي نغسل وجه ونقعد فصالة نستنيهم حتى يعبتو. خاطر ما زالوا راكدين. ريتوا لتحذير متاع الفطور هذية. دي جاي حتى الضوء متاع الكوجينة يشعل. مشاعل الضوء مازال بكري يعني. اه المهم خليتهم اللي ينفاقوا في عقلهم و هذية الفطور متاعنا كما شفتو. حطيت كل شي على الطاولة. بالطبيعة اه يعني هذية الموجود. عليش حطيت هذية بركة. خاطر اه راجلي بيش ياخذ يعني اللي يعلي هذكا. خاطر يحبوه برشة وما مكلوشو يعني اول مرة بيش يجو كيف ما قلتوكم الولاية هذية. ومشهور الولاية هذية بكل يعني هذكا. لازم بالطبيعة انضوجوهم منو. اه لازمهم ياكلوا يعني. خاطر يحبوه كل حاجات اللي قديمة نقولو نحنا. المهم. حسيلوا اه كملوا حسيلوا الفطور وركحوا امورهم. اه ما زلت ملميتش الطاولة. طلعوا هما مشوا للسالة. يقعدوا وغادي يشربوا فتاة حسيلوا. ولهناء جيت للمكينة خاطر المفروض اني نفرغ المكينة هي لولانية. باش نبعد بعد الفطور نعبفها المعون. بصراح ما نكذبش عليكم بخطرت الزر بتنحضر في الفطور وكي ما تعرفوه. الفطور ما هوش يعني متاع عبدو ولا اثنين. خليت يعني حضرت الفطور هو الاهم. وبعد خليت مهمة مشوا للسالة. ولهناء باش نرجع المعون لبلاستو. باش ننجم نلقى يعني نقولو نحنا فضاء. باش نعب المعون نحطه في المكينة. باش المكينة خاطر كي ما تعرفو. معون ما شاء الله كيف ما شفتوا الطاولة مليانة بالمعون. لازم معونها ذاكا يتحط في المكينة ويتغسل بالوقت. خاطر نفس الأطبقى نستعملهم مثلا في الل لازم كل شيء يبقى نضيف. يعني نلقوا كل شيء نضيف. المهم مش فرغ المعونة ذاكا رجعوا البلاستو. وباش نمشي حصيلو كيف ما قدوكم. نعب المعون في المكينة. ونخرج نمشي نقضي. اللي لازمني. نشري لهم خاطر باش نطيب لهم حاجة تقليدية اليوم. دي جي شاركتها معاكم برشا في القناة. اما حصرا طلبوها هم بفهمهم. مش على حاجة. طلبوها بفهمهم بخاطر هي تقليدية. ميكلة كديمة. وعندهم برشا ماكلوهاش. والراجل هذي يعني ر بنت سالفي. اه عمرو مكلاها. حب يجربها يعني كما نقولو نحنا. قلت عليش لا فرصة انهم نطيب هيلهم. اول حاجة هي اه مهيش صعيبة في تحذيرها. اه سهلة مش صعيبة. وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم اوكلة تقليدية اللي هي اسمها كاشكاك. كاشكاك اللي هي اللي نقولو نحنا كالجمح الليين باللحم. اه تو تشوفوا الطريقة متاعها سهلة وبسيطة. الى الحقيقة فيسا عفيسا نحذرها ما ما نخذش برشا وقت المهم. حصيلو انفرغ كل شيء. هناك ما ش اناك. لقد من رحضت الماركت؟ اجرالينا اجرالي. اجرالي اجرالي كها يبه حام جابها سيط يبه. حام دولي اجرال ماركة تركية. اه مصحصا ايني هناك. خمسين كعبة بنغو بنغو ستين كعبة ميتين وتساو سبعين وخمسين كعبة ميت وتساو وتسعين مش معناه يعني نوالي ناخذ زوزبا قويت تاع خمسين كعبة يطلع لي ارخص ولا 200 اربعمية يطلع ارخص هذه ستين كمسين كتحت واحدة بركان باب صراحة يطلع ارخص نشر زوزبا قويت 400 ليرة وهذه زوزبا قويت كده بده ستين زوزبا قويت كديش تطلع باب صراحة باب صراحة اخرى من هذا باب صراحة باب صراحة الريون هداية متاع الكوسماتيك الكل عاملين فيه بروموسيون حصله قاتلت انا اعمل كابيلة طاو يجا اخوذ منه يشري منه على اقل شامبول الايلين حصله شامبول زيت عنده زيت لمحاله لوج على مييتوش حتى في بلاصة. والله لم يجيتو. وذي ما لكلهم مقاطعة بالنسبة لي ايه. نسئل واحدة منهم. سينو ناخذ هذي ونرجع مرة اخرى. الحمد لله يا ربها. برشة حاجة يا بومبنبا دوشير. هذي متع مسحان القاعة كما نقولون احنا. ها. ها الحمد لله كيفاق وعاقوا كما يقولون المغاربة اخواتنا. ولو يعمل كل شي حصل. هذي متع القاعة المهم. هذي بالورد. هذي حاجة اخرى. هذي كما البرفون حصلوا. هذي متع ورد. هذي الصودة كما قلتكم تعلحوا ايش. هذي الكريستو ظهر لي. هذي اللي سموها الكريستو في الدول العربية هاي. هذي الصودة والا الصودة ايش والا الزهرة البيضة كما نقولون نحن. هذي اللي نستعمل فيها في الدار عندي في الدار. هاي بها المشكلة ان هما بشي سكروا هذي المشكلة فيش. منا حطين لمن الاخر الشهر بشي سكروا. مش ناخد حاجات للصغار زادة. يعني يجيش منه يعني يجي كفيف وتخليه بليش. على الاقل اللي حوجة للصغيرات جيبس واكل حكاية تحصلوا. بالمهم. حصيتم شيركم معكم القضية كيف تنروح ان شاء الله. حصلوا الى هناك ما شفتو اه روحتنا اللولانية حصلوا مشيت لتعديد الجزار شريط الحم اللي لازمني شريط الحم مفروم وشريط الحم اللي بش نطيب به العشاء. والقضيات جو بعدي تقريبا بساعة. هذو ما القضيات حصلوا بش ننظم كل الحاجة في بلاصتها. وبش نوريكم الطريقة متاع الكاشكيك اه طريقة سهلة. اه بش شوفوها اللي هي بش بش تتصغربوا كيفاش العباد ياكلوا الاكلة هذية. اما الاكلة هذية جديمة عندهم وحتى في عروساتهم يطيبوها. خاطر اتشبع وبصراحة صحية. نشوفها ماكلة صحية مياه في المياه. اه عليش خاطرها طيبة من الجمح الكامل. يعني الكعبة كاملة نقولو نحنا. فيها الحمص. وفيها شوية وفاحات. وبطبيعة باللحم حاجة صحية. يعني دهون صحية وكل شي. وفيها شوية زبدة. يعني كل شي مياه في المياه صحي. صدقوني. وبنينا على الاخر. انا ما نكذبش عليكم. اه جربتها قبل كليتها. ونحبها. اما خاصة نتوم مدامني في كي ما نقولو نحنا نعمل في ريجيم. ما نجمش ناكلها. اه وصدقوني لقيت صعوبة كبيرة انه واحد يحشم. اه جين ويذيوف وهو ما نجمش ياكل معاهم يعني كل شي. اما اه نقعد معاهم على الطاولة الحق نتعربي. يعني اه ناكل مثلا جيج ولا الحم ولا حاجة. اه ناكل صلاطة مثلا. مثلا كي نقصونا صلاطة يبدأ فيها حاجة زيدة مثلا ممنوعة في الكيتو. نولي اني ناخذ شوي مك صلاطة ذيك نحطها على الجنب ونكمل نحط المكونة ذاك اللي ممنوع عليها. اه الصوس بالطبيعة والفاحات ما هم مش ممنوعين بالطبيعة. اه الصوس هي عبارة على زيز يوتونة وقارس وكي ما نقولو نحنا ثوم وكل شي ذوك ما هم مش ممنوعين عاديين يعني الصوس هذاك. نحاول ديما اني اه كي ما نقولو نحنا ان اه نقود معاها مع الطاولة ناكل. اما اه مع شوية اختلاف باش ميحسوش هكا نقولو نحنا با اه خطر عيب بيجيك ضيف هكا يقود ع الطاولة ياكل وانتي تبدأ هكا ويقف تتفرج فيه باش يقولها ذا ما هوش فرحان بيا ولا ما يحبش يقود معايا ولا حاجة. بصراحة هم يشوفوها كيكة. اما اه يعني ملول يعني قلت لهم يعني فسرت لهم قلت لهم مراني عامل ريجيم جيجا شافوني مانيش ناكل في حط شي. اه قلت لهم اني عامل ريجيم وتفهموا الوضع وعادي يعني نقود معا مع الطاولة ناكل شوية اطماطم شوية اخيار. اه جبن مناكلوش كعبتين زيتون لطارت مثلا نصمت كعبتين عظم ولا هنعمل اومليت. يعني الحمد لله يعني الناس متفهمين. المهم حاصيلوا اخذيت قضيات كيف ما قلت لكم اللي لازميني اه شريت اطماطم هذية الصغيرة خاطر اطماطم الاخرى اه نحبذ اني نستعملها في الماكلة اطماطم هذية متاع في طور الصباح بصراحة. حاصيلو اخذيت حاجات كيما نقولو نحنا كل حاجة منها شوي. ما اخذيتش يعني قضية كبيرة كيما نقولو نحنا. اما الحاجات الي لازمينها نهارينة دوما يعني. الهم هذي الى البينجو هذيك كالتابليت متاع الماكيناه حاصيل ورد هليكم بكري. هذي اه الحمد لله يعني وصلت وجهة السلع يعني نقولوا نحن تركيا. تخلصنا من الحاجات الي متاع المحتل المحتل كيما نقولو نحن. هذو من الحاجات اللي شيرت لازانيا خطر بش نطيب لهم لازانيا يمكن مش في السير ويمكن ويمكن بش يكون مثلا كما نقولوا نحنا يحبوا على بارباكيو يعني شيرت لازانيا لعل وعسا يعني كما نقولوا نحنا لعل وعسا يعني يبدل ورايهم شوية كيف ما شفته شوية روز باكو حليب هذو ما الخضرة الورقية خذيت البراسيا هذية بش نطيب بها الشربة ليا وبطبيعة الخاص هذيك لسلاطة المهم وطو بش نتعدى كيف ما قلت لكم ننظم القضيات هذو ما وبعد نتعدى نطيب العشاء كيف ما قلت لكم لازم فيسع فيسع وهما ديجاء ما زالوا للبرا مشو بحضة شكون المهم بش نطيب لهم العشاء لازم يجو يجو حاضري هذي هذا السكر كيف ما تشوفوا ناخذ بالخمسة كيلو بصراحة يشد لي يعني وقت كبير ما نستعملوش اما يشد لي وقت كبير ساعت كان طيب حلو نعمل شحور ولا مثلا في حاجة هكا نقولوا نحنا لازم بصراحة السكر لازم في الدار المهم ناخذ بالخمسة كيلو ما ناخدش يعني يأكل بالكيلو ولا ح حاجة ناخد خمسة كيلو نعبيل هنا في الدبوزة هذي البلار ولبقية نستعمله ولوليني وقت لي وفالي هذيك الفصة الشي نرجع نستعمل من الدبوزة هذيك المهم يعني كيف ما قلت لكم القضيات يعني بش نحط كل حاجة في بلاستها بش كي نبدى نطيب العشاء تبدى الدنيا منظمة امورها واضحة يبدى المعون كل شي يشد بلاسته ارخامة فارغة بش نخدم في عقلي كيف ما نقولوا نحنا نقضي قذيتي في عقلي ونطيبع شي في عقلي على نظافة بش ما تبداش كل حاجة داخل هما دي جاء البرة كي ما نقولوا نحنا يعني كيف قلت لكم مشينا مع بعضنا يعني للمتحف هبطوني أنا بقى قدام الجزار بش نشر الحم وتعديت للمركات وهما مشوا الدار يعني قريبهم حتى قايلينها زوهم معهم مشوا الدار قريبهم مشوا قدوا باحذهم يشربوا يعني منقولوا نحنا قهوة قلت لهم برا وامشوا يعني يطلوا عليهم خاطر كي ما تتعرف كتبدا العائلة عائلة كبيرة يعني متفرقة في كل بلاسته يعني يحيروا اللي شكو مش يمشوا شكو بش يرذوا هما جوا يعني الدار والدخالهم وجوا ل مليه قدرنا نحنا يعني بالنبيت والبقية الكل يمشوا يطلوا عليه مبارا يعني 18 بانتي ولا حاجة المهم نظمة القضية وتوت عديد مش نحظر الكشكش Hub LejiKares Holla الكروما منك تاكلوا ما ذموما. اخذت الحمce الكروما حصيلوا ثمانية طروف كيف Det här. اخذتم 5 كيلو و كيف måشفتوا ماشاء الله. قلت له قصة تمانية طروف بزيد يعني خطر هم دي اجاه خمسة مالناس. قلت له قصة تمانية طروف على Citizen. زيد خير ما لتى بدأ ناقصا. يبغى ترون طروف كبار ما شاء الله. قلت له اللي يجيج كالا هنوش كيلو كيلي يجي لمهم بالزيد نشري بالزيد وليكونش ناقص. ونعبي عليهم ما عادي من الفيلتر يعني ما يكون نظيف وبش نحطهم في الكوكوت كيف ما شفتوا ما حطيت حتى شي لا توابل لا حتى شي بش خليهم يتيبوا في الحمم تاعم نقولوا نحنا في زيتهم يعني كي ما تعرفوا وهذه الكرومة الحم على لوش نحط في الكوكوت نسكر عليهم ونخليهم 45 دقيقة يتيبوا بالطبيعة الكوكوت وقت اللي تبدأ تصفر نقص الجاز على الاخر ونخليهم مدة 45 دقيقة يتيبوا ومن بعد نخليهم بش خرجهم يعني ما ذاكا حطيت ما اخر على الجنب يغلي في الطنجرة ولهنا عندي هذي الجمح اللين ما هوش الجمح الصلب هذيه راهو جمح جمح لين موجود هنا في تركيا بارتو يعني طيبوا به خذيت حصلوا ارطل يعني 500 جرام خطر هذيه راهو ما شاء الله راهو يبذر يعني الكمية متعوت الضعف يعني وقت اللي يتنفخ الكمية الضعف اغسلته بالبهي تحت الماء بش نحن منه وكل الغبرة متاعه وحطيته في الماكن ما شفته ما يغلي وبش نخلي هذيه يتيب الجمح هذيه تقريبا 20 دقيقة اللي تتنفخ الكعبة تولي طرية مخلي هايش اللي انتهتها تولي عجينة لازم الكعبة تتنفخ تولي طرية بش مبعد نحطها في الفور المهم لهنا هذيه زيت معاها الحمص مبعد تقريبا كاس متاع حمص الحمص هذيك بالطبيعة تعرفوني ديما الحمص نطيبوا ونخليه في كونجيلاتور يعني زيتوا معاها مبعد قريب يعني يتيب حصلوا واقي القمح هذيك زيت معا الحمص بش يغلي معاه ياخذ النقهة متاعه للقمح ويعني يطيبوا مع بعضهم يكملوا يطيبوا مع بعضهم المهم اللي هنا هذيه الحمم بتاعي بعد 45 دقيقة طاب نحيته يعني ملكوكوت شوفوه كيفاش ما شاء الله طريه ما نحكي لكم مش المام بتاعه ما لوحتوش المام بتاعه بش نحضر بيه الصوس متاع الماكلة هذيه ولي بش يبقى بش نطيب بيه شربه الروحي ان شاء الله المهم اللي هنا بش نحضر الصوس متاع الكاشكيك هذيه حاصيلوا هذيه زبدة السامحوني الحلبة صوس متاع حلبة خذيت منها مغرفتين ونص حاصيلوا وبش نزيد شوية بهارات اللي هما فلفل مهاروش فلفل اكحل شوية كمون وبطبيعة الملح خاطر ما ملحتش للحم لش اسمو للجمح ما ملحت حط شي لازمني نحط الملح يعني كمية كافية كما تعرفوا ما شاء الله الكمية متاع الحم وكمية متاع الجمح طوو تشوفوها ما شاء الله لهنا حاطيت رشة فلفل مهاروش وش نحط رشة صغيرة فلفل اكحل بش مجيهو مش حارة ديجاه هي الحلبة هذيه كفيها فيها البهارات اما خاص نزيدوا البهارات هذيه وحطيت الهنا الكمون خاطر لازم في الاوكلة هذيه كما تعرفوا فيها الحمص يعني وهو جمح يعمل شوية جاس كما نقولو نحنا وحطيت الملح وبش نصب شوية ماء سخون ماء هذيك متاع الحم من الكوكوت نصب شوية خاطر ما زال سخون كيف ما تشوفو ما زال سخون نصب منه وديجاه فيه نقولو نحنا كالدهون يعني الصحية مش حم ولينا نحاول الحلبة هذيك نحاول نحلها بالباية في الصوس بعد ما تتحلك الحلبة هذيك باش نجيب الجمح متاعي ونصبه في وسط طبق متاع الفور طبق يكون واسع باش ننجم نخلط فيه الجمح مع الصوس ونحط فيه الحم ونحطه في الفور ايتيب كيف ما شفتوا يعني طريقة ساهلة وبسيطة ما اخذتش برشا وقت الحق متاع ربي وعلى فكرة راه هي ماكلة صعيبة وتشد برشا وقت اما الحقيقة لجيت الطريقة هذيه تكون اسهل واسرع وكيف ما قلت لكم يعني جيت روتار شوي جيت الخامسة غير درجين للدار يعني من الماركات وهو ما بيش يجو يعني كي ما تعرفوا لعشان ما زال ما هوش حاضر قصمان بالله اجري عليا اجري عليك لنا هذي الجمح كيف ما شفتوا شربك الممتاع ولسقلي شوي لمحالة في القعارة متاع الطنجرة اما مش مشكل يعني المهم ما تحرجش يلسق شوي خطر كما تعرفوا الجمح يسيبك النشاة وكل شيء يلسق شوي وبالرغم اني يعني في تحريك دائم يعني نحرك ديما المهم حطيتك كل الكمية بتاع الجمح هذيك كما تلاحظو اشرب باقي الممتاعه خليته شوي في الطنجرة يشرب الممتاعه وتوا بيش نصب عليها كل سوس متاع الحلبة هذيك لازمني نحركه بالباهي الحم هذيك منيش بيش نحطه حد شيء منيش لا بيش نحطه صوس لحد شيء خليه كيف ما هو اما بعد نحطه تحت الجمح هذيه بيش يشرب من الصوس وقت اللي نحطه في الفور طوي يغلي مع بعضه ويشرب من الصوس ونحطه وقت الصوس هذيك الكاملة على الجمح ونحركه كامل بيش يشرب الصوس ويتنكه مكل النكهة بتاع البهارات بالطبيعة كل واحد وطريقته هما يطيبوه في الطنجرة مثلا انا مكذبش عليكم خطر الطنجرة تاخذ برشا وقت يعني حبله سويع بشي يتيب انا مكذبش عليكم ما بنترش نقوله نحنا مناخدش ريسك عليش خاطر كيف ما قلتوكم جيت روتار للدار بعد ما قذيتو جيت روتار للدار لازمني نحضر العشاية في تفاية المهم خلطتك الجمح هذيك مع البهارات وكيف ما تشوفو الحم حطيتو قبل يعني حطيتو على جنب في تباق توا هذيه مخلط امور واضح كيف ما شفتو حولت اني نوزع البهارات اكثر ما يمكن وليهناس تويتو كيف ما شفتو وبش نجيب نحط بلايس هك كيف ما شفتو نحل بلايس ونهز الطروف متاع الحم بش نهزهم بالفرشيطة ما انا جمتش نهزهم خاطر ما كثر مهم طايبين كيف ما تعرفوا الحم علوش في سعي تيب لهنا نحطك الحم هذيك نحاول كل بلايس هك نحل بلايسات هك ونحط فيهم الحم بعد بش نغموا بالجمح هذيك اول حاجة هي الطريقة هذيه تقليدية في العياد يطيبو خاصة وفي المناسبات يغطوك الحم هذيك وساعات يحطوا هك عظام مش حتى الحم يحطوا طروف متاع الحم ويحطوا عظام ويحطوا عظام ويشوفوا كل واحد وزهروا شنو بش يجيب له هنا لحقيقة كيف ما شفتو الكل هم مطروف يعني متاع الحم حطيتهم بش نلفهم مش على حاجة بش خبيهم ولا كل واحد وزهروا لأ بش نخلقنا نحطهم ونغمهم بالجمح بش يشربوا النكهة متاع الصوس هذيك المهم بش نزيد الطرف في الوسط بالطبيعة واخر حاجة بش نحطوها اللي هي زبدة نحط الطريفات الصغارة متاع زبدة بش الجمح متاعنا مفق يتزيت وكي نحطوه في الفور يتحمر يعني نقولوا بش نحطوه يتجمر كيمانا نحطوه نواصر تتجمر في الفور نفس الطريقة بريسك المهم غميتهم هذوكو بش نحط طريف هكا في الوسط نحل بلاسة نحط الطرف في الوسط بالطبيعة بش يكون طرف الحم زيدين يكونوا زيدين خير من اللي يكونوا نقصين يعني المهم كيف ما شفتوه حلت لهنا بلاسة ونحط فيها طرف متاع الحم ونعود نغطيها ونجيب الزبدة نفرج هكا الطرف كل طرف متاع الحم نحط بجنابها هكا الطرف متاع زبدة بنحاولش نكثر خطر واحدة منهم متاكلش لمزيت برشة هذيك عليش حاولت اني الحم متاع الكروم اخذيت وخطر يبدأ مهوش م زيت برشة مش كيمة للحم الاخر المهم نجيب الزبدة كيف ما شفتوه نحط طريفات الزبدة طرية تحكمت فيها يعني كل بلاسة حطيت طريف صغير الفور يشعل على ميتين درجة بش نحط فيه الطبق هذية ونخلي الأكلة هذية تتحمر في عقل العقلها ونحضر الطاولة ما بين هما يعني الميكلة حضرت خطر هو راجل يطلبهم قال لهم مش يتجوا تتعشوا يروا العشايا قريب يحضر قالوا له كده يبدأ العشايا حاضر اطلبنا المهم قلت نحط في الفور عشرين دقيقة هكاك الميكلة تتحمر ونحضر الطاولة هو طلبهم دي جاه فاكل عشرين دقيقة هذيك أنا نجيب نحضر الطاولة متاعي خطر مش حاجة صعيبة كيف ما شفتو هذي الأكلام بتاعنا حصيلوا بعد ما تحمرت في الفور شوفوا ما شاء الله اللون اللي جا فيها وكالزبدة هذي كثابت زيتتهم بنا على بنا المهم وبش نحضر الطاولة حصيلوا ونوريكم الطاولة بسيطة سهنة ما فيها شي حطيت شوية ترشي ترشي متع كورنشون وفاصولة وحطيت البن وبالطبيعة نحط في الوس وبطبيعة هما كل واحد يهزل الطاولة متاعه هذي الطاولة متاعنا سهلة بسيطة مفاه شي هو ما حبوا هكا مشي تبرايهم المهم يبدو هما راضيين ويبدو هما فرحانين هذيك الفايدة مش مشكل شنية الماكلة ولا المهم بخاطر الماكلة هذي التقليدية تتقدم بطريقة هذي وتنجم وتشروب معها حتى مشروبات اخرين المهم هذي الطاولة متاعي بعد ما حضرتها ان شاء الله عشبتكم وان شاء الله الفيديو استفدتوا منه لا تنسوا اشتجروني بلايك وكمنتير وفضلا وليس امرا بارتاج مع الاهل والاحباب نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي وصفات جديدة وفي امان الله